كنا عايزين حضرتك في البداية طبعاً يعني احنا عارفين فترة الامتحانات دايماً بتعمل بتخلق جوم التوتر فعايزين يعني في البداية نعرف يعني ليه أسباب التوتر دي بتكون موجودة في البيت وبالشكل يعني الكبير ده بتخلق توتر وبتخلق عصبية وبتخلق تصرفات كتير يمكن تكون يعني أوتف كنترول خالص تلاقي الأمة بالذات ونركز مع الأمة شوية لأن الأمة هي الفوشة تنتوترة جداً أنا بلاحظ كمان الأمة لما بتبقى خايفة بتتوتر أكتر بتتوتر وبتنقل التوتر ده الأولادها لا أولادها دي حقيقة لا ممكن هم أصلاً مش حاسين بحاجة على فكرة الأجالة جيدة دي حاجة غريبة جداً يعني ممكن غير الأجالة القديمة كان عندها شوية يعني جزئية كده ببقى خايفين فعلاً دي يا صح لكن هم الأجالة جيدة دي حاجة سبحان الله يعني فيش حاجة عايزي اه مش حاجة بتحوق معهم لكن التوتر والقلق اللي بيحصل من الأم والأب في بعض الأحوال بيتنقل لهم فبيعمل لهم يعني ايه هم مبقوش خايفين من الامتحان لكن بيخلق جوه من العصبية العصبية دي بتقدي نهما نفسهم بقدرش يركزوا كويس بقدرش يفكروا في المذاكرة كويس ممكن يقدي الموضوع نوع من العند يعني ساعة الأم نقولك يا دينا الأم لما بتكون متوترة قوي بيعبن حاجة اسمها بنسميها العقابة الانفعالية يعني ايه يعني هي ممكن ما تكونش متضايقة من بنتها أو ابنها في حاجة معينة ولكن التوتر بتاعها بيخليها بقى تعاقب في حاجات تفع وحاجات بسيطة فتزود التوتر عند الابن يعني الشدة دي بتبقى في البيت كله يعني نقدر نقول إن الأم لها دور أساسي في خلق بقى التوتر في البيت ده أو يعني أو خلق هدوء كده يعني لا أقول لها أنت عايزة ابنك أو بنتك تنجح عايزها تجيب درجات كويسة عايزها تتفوق ما لشي الحاجات دي ما بلاش الكلام هل الكلام ده هيؤدي النتيجة كويسة طب أنت جربت الكلام ده قبل جاء جاب نتيجة كويسة بيؤدي التوتر ويدنا بيخلي العقاب زي ما قلنا الانفعالي بيبقى عقاب طالع من وراء البهزة زي ما بيقولوا ساعات فحاجات ممكن ما تستهلش خالص بتزود رد الفعل العصبي عند الأولاد بتخلي بقى شغالك جو المشحون ده بتخلي حتى الأولاد بياخدوا سكة العند عارفة لما الإبنة والبنة في أي مرحلة عمرية في أي حاجة تبصت لها الأب والأم بيركز عليها قوي تلاقي السكة التانية ياخد السكة التانية أنه هو بتخلق عنده عند تخلق عنده لا بقى أنا مش عارف إيه حتى في قرارات المهمة في حياتك يعني في قرارات مهمة في حياتك يقولك الإبن لو عايز يدخل كلها معينة مثلا يعني لو عايز يختار حتى شركة حياته لو أنت ركزت بطريقة معينة رفض أو قبول سبحان الله فعلا بتعكس يخرح للسكة التانية لأنه هو بياخد نوع من العند فالعند إحنا مش عايزين عنده معينة إحنا عايزينهم يسمعوا الكلام عايزينهم يركزوا طب تعمل إيه قصة يعني تعمل إيه نهده شوية ونعرف إن تحدي نفسها بقى إزاي أولا أنا عايزة تعمل كذا حاجة رقم واحد بتعمل تدريبات الميديتيشن أو التأمل اللي هي مفرطية تعملها لو قد يعملوها على فكرة نقول الكلام ده لا أنا عايزة تريبات تأمل بسيطة والله هتفرق كتير قوي بيعملوها الرياضين وبيعملوها الناس السبيكرز قبل ما يدخلوا لأي محاضرة أو أي ده كل ناس تعمل حتى عايزة أقولك إن بعض الدبلوماسيين الكبار بيمارسوها ده التأمل دي أبسطها إن سهل جدا الناس تعملها الحاجة السهلة بنعمل التنفس التنفس نطلع زفير أطول من الشهيق يعني اللي هو وأكتم مع عدتين مثلا وطور زفير فترة أطول مش لازم حتى بقعدة بقولك 4-2-8 احنا مش نقعد نعد صعب يعني مش نقعد نعد صعب الحاجة على الناس على عد كل واحد منعمل شهيق لمدة مش كبيرة وعد نقفل عدتين ومنمد فترة طويلة الزفير 3-4 مرات القصة دي هتلاقي الدنيا أهدى مهم جدا إن أنا أبتلي أتخيل صورة حلوة يعني من ضمن الحاجات اللي بتخلي اليوم جميلة على فكرة جدا يا دينا وبتخلي الإنسان في حالة من الوعي باللي هو بيعمله إنه بيحاول يتصور والمدة نص دقيقة ديئة اليوم يعني إنسان اللي يسحى منهم كده يحاول وهو الفطار بق والقهوة والشاي والحاجات اللي يزيزة تحت الصبح دي إنه هو يغمد يعني هو يسترخي مدة دقيقة واحدة ويتخيل اللي هم ده ماشي إزاي اليوم حلو يتخيلوا حاجة جميلة يعني مش تصحي يتقول لأم زيكر يتخيل الأولاد أي من يذكروا يتخيل الأولاد متفاهمين صح الحالة بتعمل حالة ريلاكسيشن عند الأم نفسية بتخليها هي أدأها معهم أفضل طبعا نخلص حط التخيل في ذهنها إذا أقولك حاجة قوية جدا أقولك الحاجة اللي بتتخيلها ممكن تحصل يعني أقولك الأولاد يعملوا الكلام ده إزاي وحاول تبتدلي يوم بحاجة لطيفة يعني ناس زمان عادة ممكن وقفت كتير أو ناس زمان كانت تفتح الراديو نسمع البرامج اللذيذة بتاع الزمان الحلوة دي يعني بجد فعلا أول ما يسحى من النوم مش تقول له أم زاكر أم زاكر ده برضو فيه ناس بتعمل كده عشان كده بذكر حضراتك أنا مش يعني مش أنا أخذتها بس بداحك شوية بس فيه أمهات بتعمل كده طبعا بتسحى بتوتروا أول ما يبقى صاحي من النوم تب تتسيبوا ويفتر يعني وإصحي وإصحى تبتخدوهم ما أنت مصحاش بدي عشان صاحي كده مصحة عارب بارح عارف العجالي جديد كلها بتنامت آخر عادة فمش نظامهم إينا عمش نستغرب فعلا نظامهم يعني فنقول له أول ما يصحى يعني يفتر عادي وكما نوتر ووصي يا سلام بقى فتحت شوية مزيكة ينفع أو الله ينفعنا صح دي يا سلام بقى لما بنعمل مش هتخوفه من اليوم ولا من المذاكرة صح والتصحية نفسية يبقى فيها نوع من الهدوء شوية